بغداد العاصمة تستقبل شقيقاتها العربية في الدورة الرابعة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد البرلماني العربي أعمال المؤتمر بدأت باجتماع الدورة الثلاثين الاستثنائية للجنة التنفيذية الاجتماع تضمن إقرار جدول الأعمال للمؤتمر بحث أليات تطوير عمل الاتحاد ومعالجة وضعه المالي بمشاركة ممثلي البرلمان والمجالس لثمان عشرة دولة دولة الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي في جلستها اليوم ناقشت معوقات التي تعترضت صير عمل الاتحاد البرلماني العربي وكيف يمكن التغلب على هذه المعوقات وبالتالي تمكين الاتحاد البرلماني العربي من أداء دوره كاملا في هذا الإطار وأن يستطيع أن ينفذ خطته وأهدافه استضافة العراق للمؤتمر للمرة الثالثة تأتي ترجمة لدوره المحوري والفاعل في المنطقة الدور الذي يراد له أن يساهم في تعزيز التعاون العربي عبر مخرجات المؤتمر هو رسالة واضحة جدا بأن العراق لدعم استقرار العراق أيضا رسالة واضحة جدا لعودة العراق لمقدمة العمل العربي وفي خواتيم المؤتمر ستتفق الوفود المشاركة على صياغة البيان النهائي والاستماع إلى تقارير وتوصيات لجان المؤتمر الذي يبين باحتضان العراق له الشروق الجديد في سماء العلاقات مع محيطه العربي اجتماع اللجنة التنفيذية أولى أعمال المؤتمر الذي يسعى لتوفير مناخ لنمو التعاون العربي ومن أجل الدعم لتعزيز استقرار العراق وسيادته من خلال هذه الدورة من العاصمة بغداد بدر الركابي التغيير ترجمة نانسي قنقر